بتيتني الرجل كامل الحرية أنه يوضع الترشيح دياله لمن ما بغى هذه حرية شخصية وهذا قرار دياله فرضي تفقين؟ الآن الرجل يقول أو يروجون بأنه هو بمعية أخر كذلك سواء وضعوا ترشيحاتهم أو هما بصداد كذلك وضعوا ترشيحات ديالهم أو يستعدون أو شحاجة من هذا الخبيل لكن كلام كبير على الترشيح لرئاسة الويداد لكن هذي الناس هذو ما ترحوش على رأسهم سؤال بسيط للغاية هذي السؤال فيه شقين يتعلقان بالقانون الأول هو أن هذي الناس هذو من خريطون جدود وباش يكون كامل العضوية ويتقدمنا لئاسات النادي بعد أولا يخصوا الشرط الأساسي هو أنه الانخراج دياله يتدرج في أشغال جامع العام المقبيل ويتصادق عليه لأنه ما كنشي شي جهة اللي كتصادق على الانخراط إلا الجامع العام المكتب المديري يتلقى الطلبات عن طريق الكتابة العمالي النادي يدرسوها كيشوف واش ميسترية مقبولة أم لا هذا هو الدور دياله ليس في القانون هناك شي لجنة دي الانخراط أو شي واحد غدي يجي درس الانخراطات من خارج النادي ويعطيه بالرأي دياله أو يعطيه الموافقة كما قالوا ويعطيه لإبداء دعم دياله لهذا وهذا هذا هراء هذا اسمه الهراء إذن هنا كنحن أمام قاعدة أساسية وأنه الانخراط يتم المصدقة عليهم طرف الجامع العام هاد الناس هذو لحد الآن ما عندهم الصفة مش كون واضحي إذن هحنا بقى أدنهم ب لا لا شأنه ما عندهم الصفة تقفع هنا استدنناهم هاد الناس نظرا لفقدان الصفة هواحد جوج عن أي جمعة انتخابية تكلمون هاد الناس هذو كي ضعوا الترشيحات واش لويداد أعلنت عن عقد جمعة انتخابية أنا لا أعتقد وما سمعت شهد شي هذا من قبل نهائيا لأنه البلاغين الصادرين فيما يخص الهيئة التي سوف تشريفوا على دراسات ملفات الترشيح وهذه غنجوك عليها وهناك بلاغ أخرية تكلم عن عقد جمعة معادي وكاتب البلاغ قال بأنه سوف يحول إلى استثناء هاد الناس هذو دي التواصل في نادي الويداد مهنة للتواصل صحيح ولكن لا يفقهون شيئا في القانون التواصل عنده ممكن ولكن لماذا نقول هذا الشيئ هذا؟ لأن البلاغ اللي يتكلم عن الجمعة الاستثنائية أنا كنقول لهم في القانون لا وجود لهذا المصطلح بتاتا كجمعة الاستثنائية ما كيش في القانون اللي هو منصوص عليه في القانون وممكن هاد المسألة دي الجمعة الاستثنائية ولا تبيدعها عند العمل الجمعوي هي بيدعها فقط ولكن بيدعها بيجهالة اللي كين هو أنه هناك المصطلحات هي كالتالي الجمع العام العادي الجمع العام غير العادي أو الجمع العام الانتخابي بالفرنسية نقول L'Assemblée General Ordinaire L'Assemblée General Extraordinaire L'Assemblée General Elective وبالتالي كلمة أو مصطلح جمع عام استثنائي لا وجود له وكذلك هناك هراء في البلاغ الذي يقول بأنه عقد جمع عام عادي وتحويله إلى استثنائي هذه كلمة تحويله هو يقصد أنه تحويله إلى جمع عام غير عادي هذه الجمع عام غير عادي ماذا؟ 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 هو ينظر في التعديلات في القانون مقترحات خلق مثلا الفرع جديدة ليس الانتخاب رئيس لأن الجمع انتخابي هو جمع مستقيل يتم الإعلان عنه في ضرف الماء كتكون سالة المنضى ديال الرئيس أو الرئيس كيشغور منصب الرئيس باش كنديرو جمع انتخابي الحالي حاليا الويداد لم تعلن عن جمع انتخابي غادي يقولك بأنه مجتهدين غادي يقولك الويداد أعلنت عن فتح ترشيحات لرئاسة النادي ما قالش بأنه الشون لأنه ده بدل لا يخلكم باش نكونوا مفاهمين فرع قد القدم لم يعود جمعية منذ 2019 من اللي خدت نادي الويداد الرياضي المسادقة من طرف الوزارة الوصية وخدتها بصفتها نادي متعدد للأنشطة والأنشطة في الويداد هم 12 فرع كورت القدم و11 فرع وبالتالي عندما نقول بأنه نفتح باب الترشيحات للنادي فنحن كذلك ممكن نفتح الترشيحات مثلا لفرع كورت السلة كورت اليد كورت الطائرة أو المسايفة أو البوكس أو شي حاجة من هاد الفرع اللي كينا دي جاواج دكينا في الويداد وبالتالي يجب القول بأنه هاد ترشيحات هادو هما ترشيحات والمكتب هو الذي سوف ينظر شكون هادل من الرئيس اللي ترشح اللي صالح للهوند غاد نحطوه في الهوند واللي صالح للفولي هنديروه في الفولي واللي صالح للباسكيت هنديروه في الباسكيت وهالهم مجرى الآن الواقع الحال هو هذا وأن هاد الكلام عن ترشيح لنا دي الويداد لأن دب الناس مخيلة ديرهم اللي كانت تكلموا عنها دي الويداد بعد المرة كيستعملوا تكلمة نادي الويداد البضاوي كلك يتخيلوا بأنه كورت قدم يا سيادنا كورت قدم هو فرع من فروع نادي متعدد الأنشطة والنهار الجمعة من الأخير دي الرمضان اللي تم انتخاب فيه السعب المجيد البرناكي تم انتخابه كرئيس نادي متعدد الأنشطة لمدة أربع سنوات والشغور يكون إما عن طريق الاستخالة أو الوفاة أو شعائق اللي هو عنده حالة قصوى هذه الحالة هدي ما كان عيشوهاش في الويداد منظمة الشرط الأساسية هي كالتالي أولا عن المرشح أن يكون منخرط كامل العضوية جمع معناه أنه لنسبق لنخرط ولنجم العام صادق له على الانخيرات ديه إذن هدي الناس هدو مالذان منخرطون جودون وخصوهم ينتظروا الجامع العام المقبيل ويتدرجوا في جدول الأعمال ربما الجامع المقبيل لا يدرجوا ويتدرجوا في جدول الأعمال ويصدقوا عليهم ديك ساعات كي يوليوا منخرطين كامل العضوية والعمج جاي إن شاء الله إلى كي ينشي انتخاب ولا شيء حاجة يتقدم هذا واحد جوج عليه أنه يتوفر على أول أن تكون عنده أكثر من 18 سنة طبعا وتكون لا فيش انتروبوميتريك دياله يعني ما فيهاش عقوبة ساليب الحرية وكذلك ما تكون عنده حالة تنافي ما يكونش مسير في نادي أو شركة رياضية أخرى هذو هما الشرط سيء يتمنى الآن هو كيتمنى أنه يترأس النادي نعم ولكن فرق ما بين الأمنية والأماني وواقع الأمر يا سيدي نحن الآن نحن تقدمون صلح الأخطاء ديالنا لو مشينا معكم بهذا المفهوم هذا علاش البدراوي أنا غدي نقول لكم أنطحوفوا هذ الكاريتة عظمى شنو هي الكاريتة هو أنا قد تخرج ليش نادي تمشي عندها الرئيس الجامعة لأن الرئيس الجامعة هو اللي أولا ما كانش صارم مع الويداد ما كانش صارم مع الويداد علاش لأن الويداد ما نعملش الجمع العامة ديال 4 سنين إذا نجي شي جمعية أخرى وتمشي عند الناصري ما دارش عامين وتقول له علاش الناصري رائب 4 سنين ما دارش الجمع عام ديالو هل يعقلت الكلام هذا ما يمكنش هلاخ يخصنا نتقدمه والآن كيخصنا نحن كويداد أو كي جمعية ما ننقلوش من الكاسون نقلو من المجتهد إلا غدي ننقلو 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 من المجتهد ما ننقلوش من الكاسون هلاخ ننقلو حالة خطأ ديال البدراوي البدراوي كان حالة خطأ هذا الشغول ديال الرجاويين شغلهم هدك هم قبلوا الخطأ علاش لأنه على سواد عيول المال ديال البدراوي شكو نوضحين وياك الآن نحن ما بغن نقود ننكروش هد الأخطأ ديال البدراوي أو نكرو الأخطأ ديالنا سريما نديرو الجمع عاما ديالنا بتبع المهم ديالي أنا في الويداد أنا طريبة مني أنني نجي ندخل الويداد ونعود الهيكلة القانونية ديال الويداد الآن أنا بيصدد يعني الاشتغال على ماذا أولا إعادة كتابة نظام الداخلي اللي لقيته بأنه نبا كنفورم على النظام الأساسي للنموذجي المنباتي 5309 نوى نظام يعني آمر بالنسبة للجمعية الرياضية أنا بيصدد كتابته من جديد وسوف يعرض هدو هدو اللي قد يمكن يتعرض على جمعان غير عادي أجل مصدقة عليه هذا تغير كذلك عندي الفروع اللي ما زالي الآن عندهم مع الجميع الديانهم عندهم صيفة ديال جمعية في حين أنهم مبقوا جمعية يعني كيخسين حيين هذه المسألة هذه هناك كذلك أننا نحن يعني بصدد تهيئ للائحة جديدة لرؤساء المنتدبون على الفروع لأن رئيس عبد المجيد البرناكي بصفته رئيسا من نادي متعدد الأنشطة المدى الثمانية من القانون الثلاثي السفر كان يعطيه الحق أنه يعين رؤساء منتدبون على الفروع الآن نحن بصدد تهيئ وحد لائحة ديال لرؤساء الفروع جديد وما بالوك بأنه مدام القانون هو سيدو سيدو الأمر هو الأمر ناهي ما بالوك بأنه ممكن غدا نعينو رئيسا منتدبا عن فرقة الخدم فهذا الناس هذا البروفيل الذي يقدمه الترشيح سيظهر فيهم المكسب المديري سيظهر فيهم ربما يلقى بروفيل سيظهر هذا النادي سيجوزوا الأمر الانتخابي أنا كنقول لك القانون ما يقول والمكسب المديري للنادي والويداد له كامل صناحية في اختيار الأنسب غايتو صل بالملفات ديالهم وكما قلت لك أنا دابع كين ملفات ديال هذولين هما معرفين الأسماء اللي كالدول الآن هناك أسماء ما كالدول هما يعني أجانب ومغاربة مقيمة من الخارج الناس عندهم مستويات كبيرة جدا اللي بغين يدخلوا في الويداد كجمعية واللي بغين يدخلوا في الويداد كشاركة هل هل مسائل مهمة فين غادي عندما الآن غير يتعنوا هادنا الشيء الماء وممكن أنهم مغادين ممكن أن المانج تنبو حتى الانتخاب حتى هاد ناس هذول اللي غادي يصلحوا الويداد را ممكن أنهم نختصروا لهم كلمة انتخاب غدايت حط رئيس منتدب لأن القانون يعطي الرئيس للمتعدد الأنشطة الحق أنه يعين رئيس منتدب سيكون واضحين إذن هنا هاد الكلام دي الانتخاب ما انتخاب بدأ أن أعتبره كلها رأي ترجمة نانسي قنقر